من جديد أهلا بكم أكد الإمام الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية تشارك في المحادثات النووية مع الدول الست الكبرى لكنها لن تقبل أبدا بتفتيش منشآتها العسكرية وأشار سماحته إلى إدعاءات الغرب بشأن حقوق الإلسان ضد إيران وأضغوط التي يمارسها الطرف الآخر مؤكدا أن أي عمل عسكري أو مغامرة بشن هجوم عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية سيواجه برد حاسم أكد الإمام الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية ستستمر في المقاومة أمام اللاءات والمطالبات غير القانونية لقوى الاستكبار وأن الضقوط التي يمارسها الغرب ضد طهران في المحادثات النووية لن تؤدي إلى نتيجة وأكد سماحته أن الغرب يطالب بإجراء تفتيش واسع لمنشآت إيران العسكرية وإجراء مقابلات مع العلماء النوويين في إيران ولكن طهران لن تسمح بذلك بتاتا وقال الإمام الخامنئي أنه تلقى معلومات بشأن محاولات تمارسها بعض الجهات بشأن هجوم عسكري على الأراضي الإيرانية وإثارة القلاقل والبلبل على الحدود الإيرانية مشيرا إلى أن طهران سترد على أي هجوم بشكل حازم ومن جهة أخرى وفي طال المفاوضات النووية استأنف الوفد الإيراني في فيينا برئاسة عباس عراختشي مشاوراته المكثفة مع القوى الكبرى لكتابة نص الاتفاق النووي إن إيران والقوى الكبرى تحولان التقليل من حجم الخلافات والتوصل لتفاهم مشترك في كتابة نص الاتفاق إن المحادثات شهدت تقدما خلال الجولات الأخيرة لكن وطيرة التقدم في المشاورات تبقى بطيئة كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن احتمال استمرار المباحثات بعد 30 يونيو في إطار تدوين الاتفاق الشامل أمر وارد إذا اقتضت الحاجة كما تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم خلال زيارته إلى مدينة تبريز بشأن الملف النووي مؤكدا أن نهاية المحادثات ستكون سعيدة للشعب الإيراني وقال روحاني أن حكومته مارست جهودا حثيثة لمكافحة ظاهرة إيران فوبيا في المنطقة والعالم وتفوقت في ذلك بشكل كبير وفي واشنطن أكدت مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي سوزان رايس أنها متفائلة بنتيجة المفاوضات النووية وأن احتمال الاتفاق مع إيران خلال المفاوضات ارتفعت إلى أكثر من 50%